بآخر حفل للفنانة أصالة نصري والذي أطلق عليه اسم ليلة أصالة أطلت بعدة فساتين وكانت من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران لذلك اليوم اخترنا لكم مجموعة من هذه الصور تقدرون تستلهمون منها أطلالتكم بسهراتكم بالأعياد أو حتى برأس السنة أول أطلالة أطلت بها أصالة على المسرح كانت بفستان بلون الأسود طويل بقصة مستقيمة وأكمام طويلة واللي ميز هذا الفستان وجود الكاب على الظهر اللي كان بطانته بلون الأصفر وكانت تسريحة الشاعر جدا بسيطة وحلوة وويفي الشكل فتقدرون هي تشحل وتعتبر أطلالة محتشمة حلو أنه نسهر بها بليلة رأس السنة فعلا ميسم أصالة تبدأ بالفترة الأخيرة بتنسيقاتها وأطلالاتها بالمهرجانات بالفترة الأخيرة دائما تحب تختار الأطلالات الفخمة والمناسبة اللي هي تنوع من المهرجانات هالمرة التنسيق اللي حب أتكلم عنه هو تنسيق أيضا فستان طويل فخم الأكمام طويلة واللي ميزه هو الأقماش ماتة باللون الفضي مجغول كل الفستان مجغول بالبلك أو النمنم وكان اللون جدا مميز ومناسب اللون بشرتها وأيضا الفستان كان طويل الأكمام وطويل وبيق ماش عريض من جواه لكن أحبت تبرز منطقة الخصر أكيد فكان هناك حسام على منطقة الخصر بيّن جمال قوامها وكملة التنسيق بشعر ويفي والمكياج البرونز فكانت الأطلالة جدا حلوة ومناسبة له تنوع من المهرجانات طبعا نيكولوجو بران من أكثر المصممين اللي أصالة تحب دائما أن تلبس من عدهم لأنه يفهمها يفهم شخصيتها ودائما ما يبرز جماليتها بطريقة حلوة وبالفترة الأخيرة مثل ما ذكرت يبان دا لاحظتها غير كبير في ستايل أصالة دا تعتني أكثر بإطلالاتها الستايلس اللي دا تشتغلوا يهم استايلس مختلفين وكانت إطلالاتها بليلة أصالة كلش حلوة وأشاد بها الجمهور وشفناها أيضا أطلت بفستان باللون الأحمر طويل منسدل بقصة الكيب أيضا على منطقة الكتفين وبأكمام عريضة ولهفتحات أيضا على الذراعين مرصة أيضا بتفاصيل فضية كلش حلوة على منطقة الصدر فشانت الفستان كلش فخم وكبار صراحة المناسب لعمرها ولشكلها وحتى لنوعية الحفل اللي قدمتها